السلام عليكم وبركاته والله مصلي وسلم وبركاته على سيدنا محمد النهاردة معينا طريقة عمل الحميم أهلا وسهلا بكم في قناة أسهل وأبسط طبخة مع قناة الغليبة الحميم النهاردة معينا زي ما انتوا شايفين كده الحميم هنخسله غسلة حلوة من بره ومن جوه زي ما احنا شايفين وهنحضر الرز الجميل هنحمر بصلة ونحط عليها القنص والكبد نعطيهم حدت ونحمرهم ونحط الرز ياخد تقليبة بياخد اللون البني ده ونحط نص كوباية مية عشان ما يستويش قوي ويبقى نص سوى لانه هيكتر جوه الحميم هنجيب الحميم بعد الغسيل طبعا والنضافة زي ما احنا شايفين كده ونحشي واحدة واحدة بالطريقة دي نحشي الحميمة من جوه ومن تحت الجلد نفتح عند السدر ونحشي جوه أهم حاجة ما نملاش الحميمة قوي عشان ما يفرقاش الجلد بتاعها ما يتفتحش نحشي كده زي ما احنا شايفين وشايفين الرز له مستوي وله ناي بالطريقة دي تحشي كده واحدة واحدة من الداخل وتحت الجلد وتحت الجلد وطبعا هنحشي الزور هنلف الحميمة ونحشي من عند فتحة الزور أهم حاجة نسيب فيها فراغ شوية عشان لما الرز يستوي يملى الفراغات دي ما نملهاش قوي عشان لما الرز يستوي حيزيد فحيفتح الجلد بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده بصوا بص الرز وجمالها لاي معجنة ولاي نية يعني لو كلتيها تبقى طرية شوية وتكمل بقى سوية جميل جوة الحميمة بنص كبية مية وحنسويها نص سوى كده الحميمة تملت زي ما احنا شايفين بالطريقة دي من تحت ومن فوق واجي حمامية تانية وندخل الرجلين الرجل الاولانية في الحتة المفتوحة من تحت ودير الرجل التانية زي ما احنا شايفين كده بالطريقة دي اه اي دي حشو الحميمة ونرجع الجنحة وراء طبعا عشان تبقى شكلها متناسك مع بعضها اجي الحميمة المحشية وشايفين الفراغات في الحميمة شايفين طريقة الحشو سهلة وبسيطة ازاي سهلة وبسيطة في قناتنا بس قناتنا اسهل وابسط اكلة اهلا اهلا مقادير ياما ولا حاجات ياما والرز وجماله ودي حمامية تانية هعملها لكو برضو بس بفتح الجلد بشايفة بوريك الطريقة تفتح الجلد من عند السدر وتحشي واحدة واحدة لو حطتي رز ياما طبعا الجلد ده كله هيتفتح والرز هيتلعبر فلازم انشي بالنظر تتخلي فيه فراغ فيه مكان للرز اللي هيزيد دي اهم حاجة في حشو الحميم ومن عند الزور برضو ما ننساش عشان ده اللي بيكمل بطول الحميم والرز سهل جدا هو متشوح مع الكبد والقوانس ومخصول الرز ومحطوط عليه وقبل كده عملته لكو برضو بس اهم حاجة ما تسويش الرز قوي لان لو سوتي قوي جوه الحميم بقى هيعجل انما لما يبقى نص سوى ف هيكمل سوى جوه الحميم وحيبقى جميل جدا هنحط له ورعة لورو وحبة ملح وحبة فلفل اسمر كلها حاجات بسيطة ومتوفرة عندنا في البيت وبلاش نكالكع الدنيا بحاجات ياما ومأدير ياما ايه رأيك بقى احلى لايك يلا حطهولي بقى منوريني ومشرفيني كل اللي في قناتي وجربوا وصفاتي سهلة وبسيطة ومش مكالكع بصوا سهلة خالص ازاي زي ما انت شايفة كده وتحس اللي فيه فراغ لو شدت الجلد بصي فيه فراغ ازاي ليه اللي هو عايزين الفراغ ده هو اللي عايزين فيه الرز والجنيح وراء وحندخل الرجلين لو لقينا الرز زايد نطلعه حبة شوية ومن الفتحة اللي تحت ندخل او الرجل سهلة جدا والرجل التانية وبنحطها بقى في الشربة على طول كده زي مية ولا اي حاجة فيه بيربطها بخيت والكلام ده واللي هي صدي ملاش لازم ما خالص هي بسيطة وجميلة زي ما انت شايفين وحتشوفوا شكل الحمام في الاخر هيبقى عامل ازاي واجي الحمام طبعا خلص كله حشيته بص الحمام بقت بطة اعملي الحمام من طريقتي هتبقى بطة على طول هتتقلب بطة جميلة قوي وطريقة سهلة وبسيطة بشوف طرق ياما بس كلها صعبة جدا وحاجات كتير تحس اللي انت هتعملي حاجات كتير فدي طريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد ومش مكلفة واجي الحمام شايفين متكتف ازاي رجله مفهوش اي حاجة وحنحط في الشربة عادي خالص ولا حيجراله اي حاجة وفي الفراغ بقى اللي احنا سايبينه تحت الجلد حي يتزايد الرز وحيبقى جميل جدا قادي الشربة عطعت فيها بصلايا حابة الفلسمر وحابة ملع وورقة لورو وحسيبها تغلي اول ما تغلي هحط الحمام بالطريقة دي شايفين الحمام في الشربة وجميله ولا حبيت رز طلع لان انا سايبها فراغ اصلا في الحمام ودي اهم حاجة ما تنسيش وهنا لما خلس الحمام بقى وكت عاملة محشي جنبه وكفتة زي ما احنا شايفين والتحينة وبالهنة والشيفة وما تنسونش بقى في اللايك باي بوء باي بوء